اشتركوا في القناة لما أبو يا أمي قبلوها في الشارع في المينيا كان مسروق منها شنطة قالتنا إن الشنطة دي كان فيها كل ورقة والفلوس بتاعها قلت لنا البيت مغير ولا من ليه يعني فلوسي ودهبي اللي هي سرقتهم راحوا كده في الهوى خليت منك يا محروص الفلوس هو الدهب إيه يعني خدت منك فلوسه ده؟ أنا خدت مني ابني أنا لو ملتهاش مش هشوف ابني تاني طيب يا فارق ابنت تفتكر الكلام اللي قاله الزابط ده تاع الجزو اختها هو ممكن فعلا نوصل الشرطة عليها ما عرفش كل أنا عرفه من استحلسي بابني ديها وعشان كده يا محروص أنا ترد طيب لك عشان ايه ما فاهمتش؟ بص يا محروص أنا عايزك تحاول تفتكر كل حاجة كاب بتحصل بينك وبينها كل كلمة كاب بتقولها لك يمكن 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 لما لعد أنا وانت كده أنا حاول نوصل لحاجة أنا منسيتش حاجة عشان افتكرني يا فارقين أنا شايف كل حاجة بتحصل قدام عيني زينب زينب السفردو يا كانت بحالات كانتش موزونة يعني تعايت شوية طرص شوية تتحك تسرح كنتش فاهم لها وكانت مرباية حرباية شفتها؟ الخاضرة دي شفتها الحرباية دي بس عارفها طريق بي والله يا أخي مش عارفها تصدقني دي نغم كل اللي عملته زينب معايا بس أنا كانتش وحشة أنا برضو مبير وبنفهل في البنياديين زينب كان جواحة حتى طريبا طب بتخرف بتقول ايه؟ اللي انت بتتكلم علي قالي خالت مني ابني خالت مني شعيني أكتر حاكم بتبسطني في دنياتي محروسة حتى اتضحك علينا أنا لما جيت اتجوزك ببنت ابنوت ازاي؟ دي أنا متجوزها بنت ابنوت وكاني بتعمي ليه دي جلعشة طرق بي ان شاء الله ابنك هيرجع عليك موسيقى اوه لو اعتفيكي بس والله العظيم كان جواحة كويسة انا بس صغير اترى بيه لبنا عمره ما كان جواحة كويسة بس ماش لبنا دي بقى انت تراوح البيت تفك كعبها وكل سنة وانت طيب طيب يا باشا هرمش من هداك يا باشا عملت لي يا بقى في الحوار التاني ما ينفعش يا رشد رشد تاني ما قولنا عادل اللي انت طلبته ده بلدي قبل بس افتكب زي فكرة دي ده يا بوب ممكن تعطي عادي خمسة كيلو كوكايين يعني اكتر من خمسة مليون جليل المجاز فانهم يجوا على مراحة ده اولا ثانيا دي الكبير زي ده لازم البوب الكبير يعرف التفاصيل بتاعته يعني رشد كبيرة ومال قوله ان انا عارف كل حاجة والتفاصيل كلها عندي ماشي تماما رشد رشد تاني؟ سوري يا عادل جاني ماشي يا باشا وقوله على اقل مهله وانا مش مستعجب مالش 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 اشتركوا في القناة ازايك علي ازايك انتي معلاش يا محمد انزل تحت شوي كفارة كنت خايفة تقابليني ولا ايه خايفة وهخاف من ايه بقى يا علي هو انت بقت بتخوف دلوقتي يعني كل اما بكلمك تزوغي مني وتقولي لي جوزي معرفش ايه انا بصراحة يا علي متجاوزة رجل محترم رجل اعمال ومتدين مش عايز اخسره ده واضح محمد ده مش هيقوله لا ما تقلعش محمد ده بتاعي الله خير يا علي فتون فين يا غنوة دانيا علي هو انت مسألتني عنها في تليفون وقلتلك اني معرفش حاجة عن فتون ست دانيا علي انا والله معرفش حاجة عن فتون من تقريبا حوالي سماتين من وقت ما زورتك في السجن بصراحة كده مش عايز اعرف حاجة عنها تاني خالص انا عايشة حياة كويسة علي وعايز احافظ على حياة دي ممكن؟ ممكن انا عايز الاقي فتون اعمل ايه اعمل وبعدين بقى ما عرفش وما ليش دعو دور على فتون بايد عني يا علي السلام يا غيمة محمد اتلاعي اتلاعي